يوز هند بلبن وسكر فبيطلع جميل قوي فاكر محمد اول مرة تقريبا تدرك ان انت فرمضان والله فترة الطفولة بتاعتي كانت في السبعينات فكان طبعا ايامها فوزير نيلي وعمو فؤاد فعدت الحمد لله على خير كان اول مرة اطبعا لا اول ملوخية بالذات تعتمي يا ربنا كرم ان احنا لما بنكون قريبين من بعض بنشوف بعض بصورة اللهم اجعله شهر مغفرة وعطق من النار يا كريم اصدقاء مشاهدين في كل مكان رمضان كريم كل سنة انتو طيبين مين مننا ملوش ذكريات في رمضان ومين مننا ما بيحسش انه هو لغاية النهاردة ريحة ايام رمضان وهو صغير موجودة في منخيره موجودة في دهنه وكل دي يعني ذكريات يعني ايام ما تتنساش ولما بنتكلم في ذكريات رمضانية النهاردة على هاترونتو بيسعدنا ان يكون معانا المعد سمحة حمد حسني اهلا وسهلا اهلا بك يا خالد بي واهلا بضيوفك الكرام دايما سباق بالخير في المواخف الجميلة دي وفي اللحظات الحلوة دي في الايام الجميلة السعيدة حبيبي اولا انا مبسوط اني يعني بشوفك في اول رمضان لان احنا لسه يعني في اول رمضان اه وانت كمان لسه كنت راجع من جولة الجولة دي لو كلمتني عليها كده هوت بسرعة جدا كانت جولة فيه والله هي كانت جولة سريعة لمدة تسعة ايام لاحياء مصار طارق ابن زياد في جبل طارق والمغرب واسبانيا واعدين على البرتغال كمان فكانت حاجة مكوكية سريعة الناس تابت مننا يعني فيها بس الحمد لله تتبسطوا وان شاء الله تكرر مرة تانية وثالثة كمان طارق ابن زياد والمصار معنا كده ان احنا بنتكلم ده لو لينك اللي احنا فيه النهاردة بشهر رمضان ايه اللي خليك تفكر في حاجة زي كده هي كانت سلوجن جميلة وحبينا ان احنا اول رحلة بره كندا لان احنا عملنا رحلات جوه كندا بس خارج وانتاريو اول رحلة بره كندا تبقى في لها سلوجن حلو يعني فكان احياء مصار طارق ابن زياد احد السلوجن دي ووفقنا عليه والحمد لله تمت بنجاح الحمد لله وانت هناك حل تخيلت ان العرب الاوائل كانوا موجودين هناك والمسلمين الاوائل كانوا موجودين هناك طبعا شفنا المصار دخلوا منين من الجزيرة الخضرة ووصلوا لغاية فين وانطلقوا لغاية فين وبعدين في نهاية حكمهم ووصل بهم الوهن والضعف ان هما وصلوا لغاية ايه ونتج عن ذلك ان هما سابوا المكان كله فطبعا لما تتفرج على مسجد قرطبة وتتفرج على قصر الحمرة في قرطبة وفي رناطة تحس اديكت النهضة المعمارية عظيمة وكبيرة لكن طبعا الوهن والضعف اللي وصل في اواخر الاحيان هو اللي وصلنا لكده انه ما بقاش فيه في اسبانيا او في الاندالس ومسلمين اني موري هل بتحس انه فعلا كان فيه بصمة عربية بصمة اسلامية موجودة هناك اه طبعا النكهة العربية والاسلامية موجودة في الاندالس كله سواء غرناطة او قرطبة او بعض من جبل طارق بعض المساجد القديمة بعض المعمار لسه موجود زي ما هو النقوش الاسلامية على المعالم دي لسه زي ما هي ما تغيرتش ما غيروش اي حاجة فيها الاسبانيا وانت حسيت ان الاسبان فيهم اي حاجة من العربة والمسلمين بعض اصولهم طبعا وبعض الكلمات اللي في اللغة الاسبانية ليها علاقات بالجزور العربية بتاعتهم ففي تأثير للثقافة طبعا ما نقدرش ننكره ايه ابرز حاجة لما وقعت يعني عينك عليها فاول ما وصلت هناك قلت الله الناس دول كانوا هنا جامع قرطبة طبعا تقدر توصفهن جامع كبير اعتقد ان هو لو انا متذكر صحة كان مقر الخلافة وبعدين طبعا بمرور الوقت تحول الى متحف كنسي مش مسجد لكن طبعا بصرف النظر عن اختلاف الديانات النقوش الاسلامية موجودة لسه وكل شيء لسه زي ما هو يعني محافظين عليه محافظين على التراث المعماري بتاعه مش الروحانية طبعا هم شايفين ان ده نوع من الاثر اه طبعا هو اثر معماريا باقي زي ما هو هم اضافوا لي طبعا بعض الجوانب الاخرى لكن الاثر الاسلامي والنقوش الاسلامي لسه زي ما هي على القدران ما تشلتش اللهم اجعله شهر مغفرة وعتق من النار يا كريم بشمان سبحامد لو سألنا وقلنا مسيرة طارق ابن زياد هو المسيرة دي بدأت منين تقريبا وانتعيت فين؟ هي بدأت من المغرب وعدوا ووصلوا الى الجزيرة الخضراء اللي هي في اسبانيا حاليا ومنها انطلقوا الى بقية المناطق ووصلوا لغاية طوليطلة احتلوا والمعركة حصلت مع مالك اسبانيا في اشبيليا وقتلوا رودريكو مالك اسبانيا وخلاص بعد كده خضعت بقية المناطق الاسبانية وصلوا فيه لغاية طوليطلة اللي هي على بعد ساعة من مدريد وبقية الجيش الاسبانية تحصن في الشمال في منطقة جنب بلباو كده لكن بقيت اسبانيا كلها خضعت للحكم في الوقت ده. وقعدوا اعتقد سمومية وشوية سنة. انت كنت من السوشال ووك. او كان معي اصدقاء من السوشال ووك. على خلاف طرق ابن زياد انتو عديتوا يمكن البحر بالطيارة? اه مزبوط. عدينا البحر بالطيارة. نزلنا في البرتغال الاول في الاشبونة. مدينة جميلة جدا. وطلعنا من الاشبونة لمدريد بالطيران برضو. وقعدنا في مدريد ليلة. وبعدين طلعنا على مراكش المغرب. قعدنا ليلتين. وبعدين رجعنا على ملجة. وقعدنا بقى في الاندلس بقية الاربعة ايام كلهم يعني. ايه اهم حاجة خرجت بيا من الرحلة دي? ان احنا لما بنكون قريبين من بعض بنشوف بعض بصورة اكبر. فاحنا كنا سبعة قريبين اوي من بعض. بنصح مع بعض. ناكل مع بعض. نقضي اليوم مع بعض. فقربنا من بعض قوي. وشفنا ايه يعني الحاجات اللي بتقربنا من بعض. وايه الحاجات اللي ممكن تبعدنا عن بعض نبعد عنها وهكزا يا. بينتهزوا الفرصة ان هما يقربوا من بعض ويطلعوا برة حدود كان ده في الشتاء بالزات. الجو هناك كان جميل جدا كان بلاس ناينتين سلسيس والشمس طلع معظم الوقت فكت حاجة جميلة جدا يعني. زي ما الشمس طلع نار. الحمد الله. بس هنا هي يعني هي مور بس لكن هناك نور ودفء في نفس الوقت يعني. يمكن احنا نقول لكل اصدقاتنا المشاهدين دلوقتي احنا عادين صحيح اوتدور. الشمس طلع جميلة. في نوع من الدافة لكن زي ما انتم شايفين يمكن في في شوية حاجات بيضة لسه ما راحتش. والحاجات البيضة ده هي بتضوب شوية. مش كده بشمان. الحمد لله. هتاخد وقتها بس احنا خلاص في النهاية يعني. نتمنى ان شاء الله الكام يوم اللي جاييني عادوا على خير وابريل يجي وخلاص بقى. الامور تنتهي. ده شيء عظيم. طبعا بنتكلم عن ابريل نتكلم عن الشهور. نرجع تاني نتكلم عن شهر رمضان الروحانيات. شهر رمضان الذكريات. وشهر رمضان اللي احنا طلعنا اه في ايام اعتقد دي تزرعت جوه الخلاج الجزعية بتاعتنا. ايه رأيك? طبعا طبعا رمضان في وجدان كل واحد فينا جيه في المهجر وهو كبير وحضر رمضان وهو في الطفولة في مصر او في بلده يعني في اي بلد عربي. طبعا رمضان بيمثل شيء كبير اهو بالنسبة لنا يعني. طيب لو نرجع بتذكرة ام مش هقول كم سنة اما كنا صغيرين واطفال. فكر محمد اول مرة اه تقريبا اه تدرك ان انت في رمضان. والله اه فترة الطفولة بتاعت كانت في السبعينات. فكان طبعا ايامها في وزير نيلي وعمو فؤاد و اه اه الكلام الجميل ده كله وزينة رمضان في في الشوارع والفنوس والاحتفالات الخاصة بال بالأسرة المصرية يعني. لما كبرنا شوية بقى دخلنا في التمينات وكده بدأ الاهتمام بالترويح والشعائر نفسها يعني. اه بعد شوية بقى خلاص الدراسة خلصت والشغل اخدنا وكده. فبقى الاهتمام موجود وكل حاجة لكن اه ما بقيتش بنفس الدرجة بتاعت الاهتمام في الطفولة بقى. الفنوس بقى والبرامج التليفزيون والكلام ده كله يعني. فهي مراحل بتمر بحياة الانسان. طفولة حاجة والشباب حاجة والكهولة حاجة تانية خالص يعني. بس الحمد لله احنا هنا المسافات قربت قوي يعني. اول ما جيت كندا كان تسعة وتسعين من حول 24 سنة. ما كانتش الامور زي دلوقتي يعني. ما كانتش عدد المساجد كبير كده. ما كانتش المطاعم الحلال كتيرة كده. ما كانتش الفيسبوك موجود والسوشال ميديا والانترنت بنفس الدرجة. فكانت المسافات بعيدة شوية بين بلادنا وبين كندا بلاد المهجر يعني. النهاردة اعتقد نحنا عايشين في قرية واحدة يعني. كلنا حاسين ببعض وكلنا عايشين في نفس المكان. ارواح واحدة في اجساد مختلفة يعني. الخير. الفرحة. الصحة. السعادة. النور. والروحانيات. مش مانس محمد. انت طفلتك في رمضان كانت فين في مصر. كانت في القاهرة في حي العباسية. العباسية مختلفة ازاي عن باقي القاهرة من ناحية رمضان. والله هو حي شعبي. الناس في قريبين من بعض. الزينة بتتعلق بين البيوت وبعض. مطشاط الكورة بتتلاعب. والزينة بتتعلق في البلاكونات عشان الدورات الرمضانية. الكلام ده ممكن ما يكونش موجود في كتير من الاحياء التانية. فده يمكن اللي كان بيتميز به حي العباسية بالنسبة لي يعني. يعني احنا بتكلم من الفترة دهيت وكانت الدورات الرمضانية في الكورة كانت موجودة. طبعا اه. كسرت وكام ازايز. اكتير. ربنا يكون فعونهم طبعا. اللهم اجعله شهر مغفرتين. وعطق من النار يا كريم. هاو تورنطو معكم اينما كنتم. بتذكر مثلا اول يوم انت صونت فيه او اول شهر انت صونت فيه. كان عندي سبع سنين وكان في الصيف. فكان الدنيا حر جدا وكنت كل شوية يسألهم فاضل قد ايه ولا فاضل ساعتين. لا خلاص ما تفترش دل بقتي خلاص انت فاضلك ساعة واحدة يعني امسك نفسك وده يعني. فعدت الحمد لله على خير كان اول مرة يعني. وخدت اليوم من اقوله الاخر. اه يعني في السنة دي بالتحديد انا صمتي ممكن اربعة اربعة ايام. اه فكنت سعيد بنفسي قوي سبع سنين وبعمل كده. وبمرور الوقت بقى الامور خلاص تلفت يعني. سبع سنين وقدرت ان انت تكمل اه الايام الاربعة كلها. اه اربعة ايام في رمضان وانا عندي سبع سنين. والعدد ده ابتدى يتضاعف بقى بمرور الوقت يعني بمرور السنين. كانت اشجيع الاهل ازاي? اه طبعا يعني انت ادها انت هتقدر اه خلاص انت فاضلك يدوبك ثلاث ساعات على معقولت تصوم كل ده وتيجي قبل لا 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 اكمل بقى وبتاع خليك انت بطلت. فالحمد الله جابت نتيجة. محمد هو الصيام يعتبر تقص ولا اه عبادة ولا الاتنين مع بعض? هو عبادة لكن احنا بمرور الوقت بقت كالتشر يعني ثقافة وعبادة في نفس الوقت يعني. فالحمد الله انا ما بقاش بيجي في الصيف زي زي زمان بتلف الدايرة اتنين وتلاتين سنة طبعا. اه بمرور الوقت ابتدت الاحوال تتحسني. ما بقاش الصيف طويل اوي واليوم طويل اوي زي ما كان زمان يعني. اسأل مصال غريب شوية فاكر اول يوم صيام في الشتا? في الشتا في مصر ولا هنا? في مصر. لا كان كان كويس. النهار في مصر ما بقاش قصير اوي. فكان اليوم معقول يعني وما كانش الجو اه حر ولا حاجة فكان مقبول. هنا لما كنا في الشتا في فورت مك ميري دي في شمال البرتا كان الفجر الساعة سبعة وربع صبح. والمغرب اربعة وربع بعد الظهر. فتفتر وتروح الشغل وترجع تاكل. كان رمضان حلو اوي الحقيقة. يعني اعتقد ده افضل مكان تصن فيه في كندا. في الشتا فورت مك ميري. لكن في الصيف في نفس الوقت يعني ما كنت في النرويج كان المغرب الساعة 11 بالليل والفجر الساعة تلاتة الفجر. فكان هم عشرين ساعة صيام كان طويل اوي يعني. وكانت المشكلة ان المطاعم كلها بتقفل الساعة 10 في المكان ده. كان عندي مشروه صغير كده بعمله. فكانت مشكلة انا روح لازم اروح اجيب الاكل وبعدين اخدوا البيت. وسخنوا بقى بالليل يعني. فكانت مختلفة شفايا. اما جيت كندا رمضان كان ازاي؟ لا كان كويس ما كانش طويل اوي لكن في البرتا اطول طبعا من انتاريو بحوالي نص ساعة او ساعة كاملة في الصيف فكان المغرب بيبقى يمكن عشرة بالليل وعشرة ونص بالليل ساعات نما هنا اليوم معقول في انتاريو اليوم ما بيبقاش طويل احنا بنفتر على سبعة ونص على اخر رمضان يوصل تمانية تمانية وربع مثلا فمقبول مش طويل اوي ولا حاجة فاكر اطول رمضان قضيته في كندا؟ كان في البرتا برضو كان برضو لغاية عشرة بالليل الفطار كان طويل اوي اليوم وكانت تراويح بتخلص بعد اتناشر كبتلخ بتخلص واحدة الصبح تقريبا يعني واحدة الصبح يعني انت تقريبا ما بتنامش تقريبا اه يعني كان بيبقى صعب اوي في الوقت ده كان من حوالي خمسة عشر سنة تقريبا وكان في عدد كبير من الناس اللي بتصوم اه المشاء الله يعني العدد العدد بيزيد كل سنة عن اللي قابليها كمان فا وهناك كان فيه يعتبر مساجد بحيث ان ده شيء مهم جدا للعبادات فيه طبعا بس اقل من انتاريو يعني انتاريو العدد فيها اكبر بكتير الجالية هنا اكبر بكتير البرتا فيها برضو كل مدينة الحمد لله حتى كانت حتى لو كانت مدينة صغيرة فيها دور عبادة لكل الاديان الحمد لله وكله بيمارس التقوص بتاعته والشعار بتاعته بمنتهى الاريحية ما فيش اي ضغوط خلص هوا تورنطو معكم اينما كنتم ايه اللي بيخلي الصيام في كندا صعب لا هي النقطة كلها لو روحانيا الواحد مش مستعد لكن لو روحانيا الواحد مستعد مش هتفرق مع اي تغيير في الطقس او الجو او كده لو روحانيا هو بياخد الامور دي بغير جدية او مش منغامس فيها روحانيا بتبقى بالنسبة له جوع وعطش لكن لو هو روحانيا قريب من ربنا وبيعمل الكلام ده بحب مش هتفرق معه خلص حمد لو تكلمنا عن نرجع تاني رمضان ايام العباسية اكيد رمضان بيرتبط بنوع معين من الاكلات لو بدأنا بالاكلات هتقدر تقول ايه امي بقى ربنا يكرمها المحاشب او البوفتيك بقى والحاجة اللي ومكارونا بالبشاميل ايام حلوة ايه الاكلة اللي لو انت مغمض عنيك وشميت ريحت هتقول رمضان اقول رمضان الملوخية ملوخية ايش معنى لا الفطار بتاع الملوخية والشربة ده حاجة قصة تانية الشربة دي قصة حياة طبعا اه طبعا لا والملوخية بالزيت تعتمي انا ربنا يكرمها يعني المفروض نجرب نجرب ننورونا بإذن الله ونجرب ربنا اديها الصحة ربنا اديها الصحة والعافية غير الملوخية ايه اللي كانت الولدة بتعمله لك ويمكن لازالت بتعمله لك اذا تيسر الحياة لا اه الصواني بقى الكفتة بقى والفلفل الاخضر والمحاشي والحاجات الحلوة دي انت بتاكل محشي فلفل الاخضر؟ طبعا اكيد بتعرف تحشي؟ الحقيقة لا بس ممكن يتعلم ايه في كتير دلوقتي من البرامج بتاعت الطبخ كتير من الناس اللي بيتبخوا كويس بيعلموا الحاجات ديت هل مجرد ان الواحد يتابع حاجة زي كده ممكن الواحد فعلا يتعلم؟ ممكن يتعلم بس هي مشكلة في النفس بقى يعني هي زي اي حرفة في الدنيا محتاجة حرفانة يعني فيه ناس بتبقى طبخة بالفترة المكونات بتبقى هي هي بس النفس بقى في الطبيق مختلف لو انا عملت نفس الاكل بتاعهمي مش هيطلع زي ما هو ايه هو الامهات اللي اكلها بيبقى حل بيحطوا بيعملوها بقلب بقى بيعملوها بحب احنا ممكن نمشي ورا التعليمات ونحط ده على ده ونسخن ده دي كده دي اتين ونقره وبتاعه بس ما بيطلعش بنفس الحب اللي هما بيحطوا فيها يعني هما بيعملو كده لولادهم بحب بقلب يعني على فكرة الطبخ بالحب ده مغازي جدا طبعا اكيد حمد لو بعدنا شوية عن المأكلات اكيد رمضان له مشروبات اه اكيد طبعا الامر الدين الخشاف الطمر هندي الكركديه الخروب السوبيا دي كلها حاجات جميلة جدا خاصة برمضان هل كل اللي انت ذكرتوهم انت بتحبوهم؟ طبعا طبعا ما ده العرقسوس ده قصة تانية راح هو ليه الناس كتيرهم هتحبش العرقسوس؟ صعب صعب شوية ويتميز بي المصريين بس ما عرفش بيت الدول بتعمل في ايه بس صول مصريين ما العرقسوس قصة لوحدهم ايه طيب لو اه اتكلمنا شوية عن السوبيا في ناس كتير بتسمع السوبيا لكن وهم اكبار على فكرة ما يعرفوش ايه هي السوبيا جوز هند بلبن وسكر فبيطلع جميل قوي يعني وده ممكن يتشرب بارد وسخن؟ هو بارد بيبقى بارد يعني ممكن سخن طبعا بس بارد بيكون احسن سخن بقى يتحط مع السوبيب وكده يبقى سحلب يعني لكن البارد ده بيبقى اجمل طبعا يعني المشروبات ده هيت شاهدت طفرة غريبة جدا جدا في مصر وانت كنت قريب في مصر شفت ايه هناك من الحاجات دي؟ الحاجات دي بقت معلبات كلها يعني نازلة معلبات كركدية وطمرهندي وكده قبل كده كان بيتعامل في البيت يعني لكن دلوقتي يبقى موجود في اي سوبر ماركت كحاجات معلبة فطبعا فيها مواد حافظة وكده طعمها مختلف طبعا بس يعني محاولة مش وحشة رمضان في كندا ليه بيكون صعب شوية مع الشغل؟ انا مش عايز يعني اشير اوجه السؤال في اتجاه معين ولكن هل الناس اللي حوالينا بيحسوا بينا واحنا صايمين؟ مش كله لان ثقافة اختلاف الاديان مش موجودة عند الناس كلها فمش كله يعرف يعني ايه رمضان ومش كله يعرف يعني ايه الصيام بالاضافة لان الصيام لغير المسلمين بيبقى فيه شرب ومية عند بعضهم يعني فهم بالنسبة له انها روح اشرب مية طالما نصايم طالما مكلتش حاجة او مخدتش جوسز مثلا معينة فهي الثقافة هي اللي محتاجة الاعلام محتاج ان هو ينقلها يعني لغير المسلمين اعتقد ان حتى مظاهر رمضان بقت موجودة في كندا اكتر بكتير عن الاول طبعا عدد المساجد زاد رؤية الناس اللي بتصلي التراويح بترافيك كبير زادت يعني كان في الاول الترافيك بيحصل في صلاة الجمعة دلوقتي بيحصل في الجمعة وفي التراويح كمان يعني ولما بيبقى فيه تهجد وصلاة الفجر في رمضان ساعات بيبقى فيه اعداد كبيرة من العربيات موجودة قدام الجوامع في الباركينج فده بيلفت النظر ان فيه شيء بيحصل مش تقليدي يعني في بعض الناس بتشتكي احيانا من الاوركراود في الباركينج بتاعت المساجد لان عدد المرتدين وعدد المصلين بيكون اكبر من الكباستي ايه رأيك في الموضوع ده؟ والله ده بيفرض علينا احنا حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نراعي السكان ولازم نراعي ان هما في وقت نوم ولازم نراعي ان احنا ما نعملش دوشة عشان خاطر ما نزهقش الناس مننا وعشان نرسي مبدأ ان احنا ناس جران لطيفين اه محناش جايين ندايق حد ومحناش جايين نقزي حد والله يليك طبعا ان انا اروح اركن لو ملقيتش باركينج اروح اركن في باركينج لوت بتاعت شخصيا لازم ادور على مكان يكون بوبلك اريا واركن فيه لكن ما يصحش ان ادخل على بيت حضرتك مثلا واركن فيه لمجرد ان انا مش لاقي مكان يعني فهي التصرفات دي لو رأيناها وخدنا بالنا منها اعتقد ان احنا بنسيب اثر طيب يعني ما نسيبش اثر سيء ان احنا جران مش مش لطاف يعني انت لمست اوتر رائع جدا جدا الاثر الطيب كيف يؤثر هذا الاثر الطيب اللي احنا بنتركه في قدام الغير والإمبريشن في ان هم يتعاملوا معانا بطريقة او يشوفونا بطريقة مختلفة لما نقدم نفسانا للناس بنقدم نفسانا بالطريقة اللي احنا عايزينهم يعاملون بها لا يليق ابدا انه ناجي على حد لانه بيختلف معايا وبوز حاجة هو حططها زينة هو حططها مثلا خاصة بعبادة خاصة بي زي مثلا الكريسمس وقول ان ده حرام مثلا في شريع دي لا يليق هذا الكلام لان انا كده بترك اثر ان انا ما عنديش ثقافة الاختلاف وما عنديش احترام الاختلاف بالذاتنا جاي بلده يعني فالمفروض ان انا بقدم نفسي بشكل يخليه قرب مني مش بشكل يخليه ينفر مني يعني هوا تورنتو معكم اينما كنتم